أظهر رئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين بإمبابة إثر الحريق الكبير الذي نشب بها تقدم سيد رئيس بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء في الحادث مؤكدا أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وأثاره وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين اشتركوا في القناة